السلام عليكم شباب. تعالوا نشوف مع بعض البقية الجزء الثاني من المحاضرة اللي هي خدناها مع بعض آخر محاضرة اللي هي هنتكلم فيها عن تمارين بقى. بنحل فيها تمارين سواء عن الموضوع بتاع الدعم الدولة الدعم اللي بتقدم الحكومة للمنتج اللي فات كنا بناخده خدنا مع بعض بعض حالات خدنا مع بعض مرة ان دعم الحكومة للمنتج في زل سباة تكاليف مرة في زل تزايا التكاليف مرة تناقص تكاليف وخدنا في زل الاحتكار. تعالنا ناخده مع بعض تمرين بالارقام بقى يعني طبعا ده بيبقى اكتر يعني نقوله هي متعة شوية لان بالارقام بتبقى الدنيا اوضحة بتلك. سلعة تنتج في زل منافسة كاملة. احنا قلنا هندور على نوع السوق. طبيعة المنافسة. منافسة كاملة بها عرض وطلب. وتغضع على قانون النفقات المتزايدة. نفقات متزايدة ده بيأثر في شكل منحنى العرض شكل عادي جدا. يبقى هنرسم. تعال نرسم مع بعض. هنمرسمين مع بعض. هنرسم ايدي تحت هنا ده كمية. وفوه هنحط هنا ده اللي هو السعر. كمية وسعر. جميل جدا. وبعدين نقول لك نفقات متزايدة يبقى ده منحنى العرض. منحنى العرض ونسميه عين واحد. ده اللي هو العرض قبل الاعانة. يعني ده قبل. هتكتب كده قبل الاعانة او قبل الدعم. جميل. وهنرسم منحنى الطلب اهو. ايدي منحنى الطلب. منحنى الطلب طلب. حضرتك اللي اتنين بيتابعد عنده نقطة. ونقطة دي عبارة عن نقطة الف واحد. نقطة تايزن الف واحد. جميل. وتنزل تحت جيب الكمية. وتقول الكمية كاف واحد. بيساوي. بيساوي كيان نبص بيلك ايه. وكانت مش عارفة ايه. مش هتفر معانا. وكان وضع التوازن عند الكمية مية. الكمية كام مية. والسعر خمسيني. با الكمية دي بتساوي مية. اهو. والسعر هو اعطالك في التمرين سين واحد. ده السعر قبل الاعانة بيساوي خمسين. ده السعر قبل الاعانة بيساوي خمسين جنيه. جميل جدا. حلو. وقال لك قامت الدولة بمنح اعانة خمس وعشرين جنيه. طبعا الاعانة بتعمله الاعانة بيترطب عليها انتقال منحنا العرض الاسفلي. بالعرض. عشان بيقلل تكاليفه. بالعرض الجديد اهو. عين اثنين. ده العرض ميتة بعد الاعانة. هلو? طبعا اللي يحصل. فترطب علي ذلك زيادة الانتاج عن زيادة الكمية المية وعشرين. وانخفاض السعر الخمسة وثلاثين. طب بص بحضرتك. هتلاقي ان العرض الجديد عين اثنين. مع الطلب بيطاع بعض عنده نقطة جديدة. اهو نتيجة الاعانة. النقطة دي هنسميها آلف اثنين. النقطة دي هنسميها آلف اثنين. هتنزل تحت جيب الكمية. تقول لكمية كافي اثنين. والكمية هنا كافي اثنين بتساوي كام? الكمية كافي اثنين اثنين بتساوي مية وعشرين. الكمية كافي اثنين بتساوي مية وعشرين. حلو كده والسعر كام والسعر هو السعر سين اتنين سين اتنين السعر بيسوي كام السعر بيسوي 35 صح كده جبناها منين من التمرين السعر ينزل السعر انخفض والكمية زادت السعر انخفض والكمية زادت جميل كده واقل لك الكمية بيسوي 22 بعد الاعانة والسعر انخفض بي 35 Union المطلوب احسب مستعينة بالرسم الاعانة الكلية ماذا استفادت من الاعانة وتغيرت المستالج من الاعانة ومقدار undeفتت غير فراف،نين المستالج طبعا انا هنا اجيب الاعانة الكل واحدة الاعانة الكل واحدة كان بمتheiten Bü kills Have 35 Buyers traditional والعليل في اثنين هي الأعانة لكل واحدة. ها هي كام ب 25 جنيه. حسنا عايز اجيب الأعانة الكلاية، هتكتب عندك كده ايه في القراصة. اكتب الأعانة الكلاية تساوي الأعانة الكلاية تساوي. الأعانة الكلاية عبارة عن الأعانة للوحدة مضروة في الكمية الجديدة. يعني عبارة عن الوحدة التي يقام ب 25 جنيه. ده الحتة الوحدة اضربه في الكمية كاف اتنين مضروه في كاف اتنين في كاف اتنين طبعا 25 في كاف اتنين كاف اتنين بي كان ب120 فلما تقول 25 في 120 تطلع لك 3000 جنيه يطلع 3000 جنيه ادي الاعانة الكلية 3000 جنيه احسب الاعانة الكلية فالاعانة الكلية عبارة عن الاعانة الوحدة لها 25 مضروه في الكمية الجديدة كاف اتنين ب3000 جنيه ماذا سفدت المنتج والمستهلك؟ سنقسمها السفدت المستهلك وستفادت المنتج نحن قلنا المستهلك يستفيد انخفاض السعر استفادت المستهلك عبارة عن انخفاض السعر انخفاض السعر حل؟ والمنتج يستفيد بالباقي بباقي الاعانى صح كده؟ حضرتك المستهلك انخفض السعر السعر كان كام كان 35 كان كام كان 35 يبقى السعر انخفض بكام بخمسة وثلاثين يبقى السفادت المستهلك من الاعانى تساوي 15 جنيه على كل حتة صح كده؟ انه بس فادت المنتج بالباقي بالباقي اللي هو كام؟ اللي هو 10 جنيه ما هو 10 و15 يطلع لك 25 يطلع لك الاعانى صح كده؟ طب المستهلك يستفيد للحتة ب15 هما كان حتة اضرب في كافة 2 اضرب في 120 15 في 120 يطلع حضرتك 1800 جنيه المنتج بالسفيد بالباقي اللي هو 10 في 120 10 في 120 بكام؟ 10 في 120 بـ 1200 انظر حضرتك المنتج السفاد بـ 1200 للباقي هما 1800 للمستهلك و12 للمنتج المنتج الثانيين مع بعض بكام؟ 36 جنيه 25 في 120 بـ 3000 هنقسم للمستهلك وندي الباقي للمنتج المستهلك عبارة عن انخفاض السعر مطروف في الكمات الجديدة انخفاض السعر انخفض من كام؟ من خمسين لخمسة وثلاثين. يعني خفض بي كان بخمستاشر جنيه. وهما كان حتى مئة وعشرين. يبقى خمستاشر في مئة وعشرين. ألف وثمع. وكو تقول إيه؟ تلات تلاف ناص. ألف وتنمية يديك ألف ومائةين. ده استفادت المنتج اللي هو البيئي. يبقى استفادت المستهلك ألف وتنمية. استفادت المنتج ألف ومائةين. مجموعة الاثنين يديك الأعاناك كلية اللي هو تلات تلاف. ما مقدار التغير في رفاية المستهلك؟ حضرات رفاية المستهلك عبارة عن التغير أو الزيادة عبارة عن شبه المنحرف شبه المنحرف ألف واحد ألف اثنين أو سين اثنين سين واحد التغير في فائد المستهلك عبارة عن التغير في رفاية المستهلك عبارة عن شبه المنحرف شبه المنحرف ألف واحد ألف اثنين سين اتنين سين واحد هذا نحسبه كيف نحسبه؟ حضرتك هذا عبارة عن هذا يتحسب نص 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 في مجموعة الكميتين مجموعة الكميتين اللي هو عبارة عن كاف واحد اللي هو عطالك في التمرين زائد دين في جواب قوس كاف اتنين اللي هو عطالك في التمرين وعطيك في التمرين كاف واحد بمية وكاف اتنين مية وعشرين يبقى مية زائد مية وعشرين بميتين وعشرين فيه فرق سعر المستهلك اكتب التمرين فيه فرق سعر المستهلك فيه فرق سعر المستهلك سعر المستهلك يعني يطلع لك طبعا كاف واحد بكام بمية كاف اتنين بكام مية وعشرين لما تجمع الاتنين يطلع لك كام متين وعشرين يعني كأنك بتقول لي نص في مجموعة كميتين 100 زائد 120 يعني 240 220 أليس 100 زائد 120 100 زائد 120 بـ 220 في فرق سعر المستهلك المستهلك كان بالشرب كان بـ 50 دلوقتي بالشرب كان بـ 35 الفرق كان بـ 15 يعني حضرتك نص في 200 في 15 يساوي نص في 200 في 15 أهو أنا معي بلحظة بتاعتي أعتقد قالت 650 نص في 220 في 15 1650 جنيه بالفعل 1650 يبقى حضرتك 1650 هو ده بالظبط كده هو ده اللي هو مقدار التغير في فراقات المستهلك الوشب المنحرف ألف واحد ألف اتنين سين اتنين سين واحد طبعا اهو هذه الرسمة الرسمة الاعانة بـ 25 ودي كاف واحد بـ 100 كاف 220 السعر كان 50 بتاع المستهلك انخفض بقى 35 للفرق 15 صح كده؟ حضرتك بصد هذه الاعانة الكلية 25 في الكمية جديدة في 120 تطلع لك 3.000 جنيه المستهلك عبارة عن 15 أو اللي فرق ما بين 50 ناس 35 مضروف في 120 ألف وطنوية المنتج الباقي الباقي يعني 3000 ناس ألف وطنوية يديك كام؟ المستهلك التغير الفرق المستهلك عبارة عن شبه المنحرف وانا ده نص في مجموعة كاف واحد زيت كاف اتنين كاف واحد بمية كاف اتنين بمية وعشرين مجموحهم 220 بفرق سعر المستهلك اللي هو 15 يطلع لك 1650 جنيه هذا التمرين بتاعنا تمرين عبيض ومتخلف عقليا ومش مستهلك انت مستهلك مشغل عليك كلنا عارفين ان هو مستهلك خارق للطبيعة ده ما فيش جدال عليك تعال نشوف تمرين ثاني بس هنا التمرين اللي فاتكت نفقات متزايدة التمرين ده نفقات سبتة اهو تمرين بيقولك سلعة تنتج في ظل المنافسة الحرة المنافسة الحرة يعني نفسك عملا يبع عرض وطلب وتغضع لقانون النفقات السبتة هنا العرض بشكله اي شكله خط أفقي اهو هنمرسمين بالمنظر ده حضرتك هترسم معي ارسم معي هنعمل تحت عندنا كمية وفوه هنحط هنا ايه سعر حضرتك هتعمل معي منحنة الطلب اهو ادي منحنة الطلب وعايزين نعمل منحنة العرض اهو ادي منحنة العرض خط مستقيم وفقي ده منحنة العرض قبل الاعانة عين واحد طبعا عرضة مع الطلب الاتنين بيطاع بعض عنده نقطة والنقطة دي هنسميها نقطة آلف واحد طب فين الكمية الكمية اهي هتباع في السوق كمية كاف واحد كام الكمية كاف واحد اكيد اعطالف التمانين قالك وكان وضع التوازن عند الكمية متين والسعر كان ثمانين كاف واحد بمتين بالتامين هو اعطالفه والسعر اهو سين واحد بكام سين واحد سين واحد بثمانين جب ثمانين الثمانين دي تمانين جنيه اهو قالك الكمية متين والسعر ثمانين دكف 1 وسن 1 بعدين قال لك قامت الدولة بمنح المنتج إعانا فأنا هعمل إيه؟ إيه الإعانا بتخلي منحنى العرض ينتقل لأسفل إيه بل إعانا هتخلي منحنى العرض ينزل لتحت دليل على انخفاض التكاليف فأنا هتلاقي عرض جديد هوا عين 2 ده منحنى العرض بعد الإعانا طبعا العرض الجديد مع الطلب اللي 2 بيطابة عنده نقطة ونسمي النقطة دي آلف 2 آلف 2 لنقطة التهزن الجديدة ننزل تحت نلاقي الكمية الكمية حظ الله إيه؟ زالت أكيد هتبقى أكتر من 200 يبقى الكمية أهو زالت من كاف واحد بقيت كاف اتنين بيكان بقى قال لك فترات طبعا زالك زيادة الكمية زيادة الانتاج لتلتمية واحدة يبقى الكمية تلتمية الكمية تلتمية طب السعر كام؟ هو ما قال ليش بس أنا ممكن هستنتجها أو طهالة جداً هستنتجها السعر هنا كان 80 بقى سين اتنين بيكان ما نعرفش هنعرفه منين أهو وسبقة قال لك احسب مستعيناً بالرسم الأعانة كلية فأنا عادي بص لما طالف عندك الوفاث сюжتبول عن Lak 2b تطلع 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 هل bisa menyebereich المسافة عن Q02b المسافة Management هاي Lilith هاي delegation لأعانة لكل واحدة المسافة المسافةterior هاي delegation المسافة وبال veya المسافة هي enos هي posing بتساوي كم بتساوي 20 جنيه دي الاعانة للحتة الوحدة مش الكلية طب بصوا شباب مش ملاحظين أن ألف اتنين به هي نفسها المسافة سين واحد سين اتنين صح يبقى من سين واحد لسين اتنين الفرق ده بكام بعشرين يبقى لما نقوله 80 ناقص 20 انزل 20 يبقى تفضل لك كم بستين يبقى سين اتنين بستين هو ما تدهليش بسين اتنين بكام بستين يبقى السعر قبل الاعانة كان 80 السعر بعد الاعانة شيل منهم 20 يبقى السعر بقى كام بقى ستين لان الاعانة بتزود الكمية وبتقلل السعر صح كده؟ قال لك احسب الاعانة الكلية فانا هو قال له ايه الاعانة الكلية عبارة عن بتساوي الاعانة لكل واحدة مضروة في الكمية الجديدة كافة اتنين الاعانة لكل واحدة هو اعطالك في التمارين بكام قال لك اعانة عشرين جنيه على كل واحدة يبقى له عشرين جنيه مضروة في الكمية كافة اتنين اللي يبقى كام بتلتمية يجب ال اعانة الكليا هو عبارة عن 20 في 300 بمكام و 6000 جنيه wool جيبناها ال서비 جيبناها منين الهي الاعدة الواحدة مع 25 علامة اف RIGHT 20 في 300 بمكام 6 علامة المه meus ساءاء ما بين منتق وما بين قست уб nos استفادت المستهلك وهذا استفادت المنتج استفادت المستهلك تكون عبارة عن انخفاض السعر استفادت المستهلك تساوي انخفاض السعر السعر انخفض من 80 بقى 60 يبقى اقول لي المستهلك استفادت بـ 20 جنيه استفاد بالقعانة كلها صح ليس من قعانة بـ 20 جنيه كل واحدة يبان المونتج استفد بالباقي الباقي بكام بصفر طبعاً أميلوا 20 أضربوا في كمية كافة 2 التي هي بكام بتلتمية المستهلك اشترك، لا اشتركه في واحدة اشتركة 300 واحدة 20 في كمية كافة 2 6 ألاف جنيه يبان المستهلك استفد بالإعانة كلها ست تلاف جنيه واستفدت المنتج تساوي بصفر ما مقدارت تغير في رفاقات المستهلك؟ مقدارت تغير في رفاقات المستهلك بتبدأ شبه من حرف شبه منحرف اللي هو شبه منحرف اللي هو شبه منحرف شبه منحرف ده هو مقدار التغير في رفاية المستهلك شبه منحرف هنا ده إتحسب نص مضروب في مجموعة كميتين بينقصين كميتين كاف واحد بكام؟ بمتين زائد الكميةات الجadasية كاف 2 بكام؟ بل ثلثمية مجموعة كميتين كاف واحد كاف $2 فارق السعر المستهلك السعر كان كام 80 وبقى كام 20 الفارق كام 20 جن 오늘 يتقول لي 20 نص في مجموع كميتين في فرق سعر المستهلك طبعا متين زائد تلتمية بخمسمية خمسمية في عشرين يعني عشر تلاف نصهم خمس تلاف جنيه بحضرتك تقول لي مساحة شبه المنحرف ألف واحد ألف اتنين سين اتنين سين واحد اللي هي مقدار التغير في رفاق المستهلك بكام بخمس تلاف جنيه مقدار التغير خمس تلاف جنيه طبعا أهو هتلاقي الحل الموجود قادي الرسمة بتاعتنا اللي عانى 20 هي هي كان ده 80 إنزل تحت 20 يبقى 80 نقص 20 بيكان ب60 الكمية واحد كت بـ 200 في التمرين قال لك كافي 2 بـ 300 يعني زادت من 200 لـ 300 طالب قال لك احسب اللعانة الكلية اللعانة الكلية اهي عبارة عن 20 اللي هي اللعانة الكل واحدة مضروة في الكمية الجديدة 300 6000 استفادت المستالج بتساهم خفاض السعر السعر كان 80 بقى 60 يعني فانخفض بعشرين جنيه للحتة هم كم حتة 300 20 في 300 ستة الاف جنيه المنتج بياخد الباقي الباقي اللي هو بيسوي كم صف ما فضلش حاجة تمام التغير في رفاية المستالج عبارة عن نصف مجموعة كميتين في فرق سعر المستالج طالب قال لك بـ 5000 جنيه زي ما حسب هذه تمرين تاني طبعا فيه تمرين تالت هوا حالة احتكار تمرين تالت عن حالة احتكار تعالوا تشوف مع بعض بقى لو عندنا حالة احتكار وقال لك كل نفقات متزايدة طبعا في حالة الاحتكار احنا التبسيطة لطالب الانساب لما تكون احتكار هنجيب لك نفقات متزايدة بس ما فيش لنفقات متلخصة ولا نفقات ثابتة فدعا نرسم مع بعض الحالة دي هنرسمينا هون ايه دي هنا شباب تحت عندنا كمية وفوق عندنا هنا هنحط سعر وهنا هنرسم منحنة الاراضي المتاصد هنرسم منحنة الاراضي المتاصد لها وايه السعر وانريد منحنة الاراضي الحدي وانريد منحنة الاراضي الحدي منحنة التكلفة الحدي ايه منحنة تكلفة نعا نعا this time تتكاليف مقتزايدة نقطة التوازن في الاحتكار تحدث في الاقتصاد إلينا قلنا عندما تنزل الإرادة الحدي ويساوي التكلفة الحدية ولمن أنه مرتبة إرادة الحدي مع التكلفة الحدي ومرتبة اخرى اتنين عندما يتعبن مثل نقطة الف واحد من التكلم على الكمية؟ نقوم على الكمية بتنزل إلى تحت والكمية كاف واحد براء الاكمية كاف واحد؟ طريقة قلت عند وضع التوازن 100 والسعر 50 الكمية 100 كاف واحد بمية السعر تطلع 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 على غير ما تغبط في الأراضي المتوسط تتجي بالجنب وتمهل هو ده سين واحد سين واحد بكام بخمسين جنيه سين واحد بكام بخمسين جنيه جميل طيب يبقى أنت كده جبت الكمية وجبت السعر قال لي قامت الدولة بمنح إعانا 25 جنيه على كل واحدة منتجة طبعا إعانا بتنقل منحنة العرض اللي هو التكلفة الحدية الأسفل هنخلي منحنة التكلفة الحدية ينزل لتحت الاعانا بتغير في الرسم انها بتخلي منحنة التكلفة الحدية ينزل لتحت فانا ها هو معامل ايه ها هو معامل اهو قادي منحنة التكلفة الحدية ونسميه التاحة اتنين طبعا نقلب لنا احنا لازم الاراضي الحدي يكون طويل شوية عشان يقطع في التكلفة الحدية طب في النقط التايزون بتحصل لما الاراضي الحدي ليقطع منحنة التكلفة الحدية الجديدة اللي هو تاحة اتنين طيحة 2 طيحة اللي هو بالحمر مع الاراضي الحدي قطعوا بعد عنده نقطة النقطة دي شايفين نقطة دي والنقطة دي نسميها نقطة الحمر دي نسميها آلف 2 تنزل تحت الجيبي الكمية ادي الكمية وعيس تجيب السعر اطلع 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 وبعد ان تعال بالسعر كده اهو هتقوم ميل دا سين 2 واضح ان السعر حصل له ايه قلي السعر قالك انخفض السعر 35 يبقى السعر بدل خمسين السعر حصل يعني اعمل سعر جدل تحت انخفض بقى 35 جنيه اهو المستهلك بدل ما يدفع خمسين هيدفع في السلعة دي 35 والكمية حصل له ايه زادت الكمية زادت زادت من كام زادت من مية بقت كام زادت بقى كمية الانتاج بمية وعشرين كافي اتنين بقى بمية وعشرين جميل يبقى كامية زادت من صعر قالت احسب الاعانة الكلية فانا اقول له هاتف الاعانة الكلية عبارة عن ايه الاعانة الكلية عبارة عن الاعانة الكل واحدة بتبع موجودة في التمليل مضروبة في كافي اتنين الاعانة الكل واحدة كام بقى لك قابت الدولة بمنح اعانه 25 جنيه من المستهلك ؟ الإعانة كلية سنقسمها ماذا استفادت المنتج والأعانة quality المستهلك مستفيد هلoهم إسم استفادت الصعود المستهلك مستفيد سعون من المستهلك مستفيد المستهلك مستفيد ؟ يستفيد انخفاض السعر بجزء من العناة يعني أن يكثر سعر السعر كان كام ؟ كان خمسين ؟ يكون 35 يوما نخفض كام ؟ بخمستاشر المستهلك سفيد من خفاض السعر بخمستاشر هذا هو الوحدة لو أريد أن نحصل إلى السفات الكلية ، فagereasها في الكمية الجديدة واجه بالمئة وعشرين بالمئة وعشرين خمستاشر في مئة وعشرين ستحصل إلى كام يا شباب ؟ مثل تحصل إلى ألف وثمانيون جنيا ١٠٨ جبناهم 2 انقفاض سعر المستهلج من ٥٠٣. يعني ١٥ الذي هو انقفاض السعر بس فت المستهلج. اضربه في ٢٢٠٠ ف ١٥ بباقي ١٠٠ أما استفادت المنتج تساوي البيئي المنتج استفادته الباقي طيب جيب الباقي هذا إزاي؟ هتمل لي الأعانة كلها بكام به ٣٠٠ الاعانة كلها بكام به ٣٠٠ نقص استفادت المستهلج بكام به ١٠٠ 3.000 نقص 1.800 طلع كاما 1.200 3.000 نقص 1.800 طلع كاما 1.200 يبقى 1.200 منتج و 1.200 مستهلك مجموعة لتنين 3.000 جنيه ما مقدر التغرف رفعية المستهلك؟ تقول لي دائما رفعية المستهلك تتبقى شبه منحرف شبه منحرف فين؟ بص حضرتك رفعية المستهلك، هل رأيت المثلث الأول كان هه؟ نسمي النقطة مثلاً مثل ما هي موجودة في الرسمة هه واو جميل هه واو سين 1 كان فوائض المستهلك قبل الاعانة هه واو سين 1 جميل؟ بعد الاعانة أصبح المسافة أسفل منحنة لإرادة المتواصل و على السعر فنسمي النقطة هي تحت هيها هي المثلث هه يه سين 2 مثل الثلاث كبيرة المثلث الكبير ضم просто ثم Olive 3 ويأتي المثلث صغير وهذه شبه المنحرف أحجن رأي أحده بالنسبة للشبه المنحرف اللي هو واو يه سين اثنين سين واحد واو يه سين اثنين سين واحد شبن المنحرف ده نجيب مساحته ازاي ده عبارة عن برضو نص نص مضروف في مجموعة كميتين مجموعة كميتين بين قصين اللي هو كاف واحد زائد كاف اثنين كاف واحد زائد كاف اثنين ايه في القوص في انخفاض فرق سعر المستهلك سعر المستهلك كان كام خمسين وبقى كام خمسة وتلاتين الفرق كام خمستاشر يعني حضرتك تقولي نص فيه كاف واحد بيكان بمية كاف اثنين بيكان مية عشرين مية زائد مية عشرين يعني ميتين وعشرين يعني تقولي نص فيه مجموعة كميتين ميتين وعشرين في فرق سعر المستهلك خمستاشر حضرتك نص في ميتين وعشرين في خمستاشر بيساوي الف ستمية وخمسين 1650 1650 ده نهاية التمرين بتاعarchة يمنحنا التمرين على منافسة كاملة وتكاليف متزايدة خدنا بسرعة خدنا منفسة كاملة وتكاليف متزايدة منافسة كاملة وتكاليف سابتة وأخدنا احتكار ونفقات متزايدة تمام شكرا اشترك شكرا شاب 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 بس 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 وقع وقع